السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج إرق نفسك في حلقة الماضية تكلمنا عن أسباب كثرة الطلاق وأخذنا من هذه الأسباب الذنوب والمعاصي وأيضا أخذنا من هذه الأسباب الحسد والسحر ودور في كثرة الطلاق مرحبا دكتور علي ربنا يبارك ويرفع قدرك جزاك الله وعنا خيرا بعد الحلقة الماضية بفضل الله جاءنا اتصالات تعديدة من بين هذه الاتصالات ذكر أحد الإخوة الذي كان قرى أن ينفصل عن زوجته سبحان الله لما تحدث في مسألة الحسد والسحر وأنه قد يكون سبب في مسألة الطلاق وبعد أن سبحان الله بعد محادثة طويلة بفضل الله أقلع عن مسألة الطلاق وعادل زوجته بفضل الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا في ميزان حسناتك وإزاك الله وعنا خير أحفظكم الله ربنا يكونيك أحفظكم ربنا بارك وحضر ذلك صلى الله أن يستخدمنا ولا يستخدمنا يا ربنا اللهم أمين هذه منها البشريات بفضل الله نسأ الله القبول نسأ الله القبول صلى الله زوجل أن يبارك في بيوتات المسلمين وأن يحفظهم بحفظه يا رب العالمين اللهم أمين بفضل الله الحلقة الماضية تكلمنا عن كثرة الزنوب والسحر والحسد وطبعا كثرة التلاق ليست هذه الأسباب فقط فحالك ذكرت في هذا الكتاب القيم أصلا نامفع به عدة أسباب تسببت في مسألة التلاق وحالك ذكرت الإحصائية نحن في 2019 في جالية الجمهورية تقريبا أربعة مليون حالة تلاق في بلدنا الحبيب مصر أصلا ويحفظ مصر وولاد المسلمين اللهم أمين في هذه الحلقة استسمح حضرتك نلقي الضوء على بعض هذه الأسباب ومنها وسائل التواصل الاجتماعي وحالك ذكرت في كتابك القيم أن بعض هذه الإحصائيات التي ذكرت في مسألة وسائل التواصل أن الفيسبوك ووسائل التواصل تقريبا تسببت في 50% من نسب التلاق الموجودة عالميا تبعا أحمد الله رب العالمين وصلي وسلم على خير خلق الله يا جمعين وبعد حياتك الله شيخ صالح وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي هذا البرنامج القيم وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا موقع التواصل الاجتماعي الآن ظاهرة لا يمكن الاستغناء عنها وسائل الإعلام وسائل موقع التواصل الاجتماعي في الحقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي إحصائيات من جمعة بوستن الأمريكية وجمعة ميسوري الأمريكية أيضا إحصائيات اتعاملت على سن من 18 لسن 82 سنة ويفوجئوا أن في خلال هذه الأعمار أعداد مهولة ونسب كبيرة جدا تسببت وسائل التواصل الاجتماعي في الطلاق بسبب طاعا ربما تدخلت مسائل الخيانة الزوجية والأمر مسألة الخيانة الزوجية أصبح سهلا جدا من طريق النت أسأل الله أن يهدي المسلمين وإحصائيات في جمعة إماراتية أن نسبة 50% من الطلاق في الإمارات بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب أيضا وسائل الإعلام وللأسف مما يبثوا على الشاشة من أفلام ومسلسلات تجد أن دايما المسلسلات والأفلام في كثير من المسلسلات والأفلام يصدر لك صورة أن الزوج عيش في بيكويس وميسوري الحال وذلك الزوجة فده بيصدر للمشاهد أن هو التسخط على عيشته طبعا نحن في بياء لأن في عيشة اقتصادية صعبة جدا فالمرأة ربما تجد مثل هذه الصورة فتتحسر على حالتها فتسببت أيضا الأفلام والمسلسلات في كثير من حالات الطلاق الرجل ينظر مثلا إلى الممثلات والفنانات فيجد مثلا المرأة في غاية الرقة والجمال ومكياج وشعر مصفف وثياب جميلة وأسلوب راقي وينظر إلى زوجته ثم يستغفر الله من ذنبه وإن الله وإن الله يراجع أمس جاني تسال بخصوص هذا الأمر سبحان الله الأخت بتقول لي أن في حد يعني امرأة زميلة زوجها في العمل هو بتحاول تكلمه على الشات وتتواصل معه وكده فبتقول لي أنا رديت عليها قلت لها أنت شايفها قاعد في الشغل بلبسه الجميل بشعر ومسابسم تعالي شوفيه في البيت صوته عامل إزاي وتعالي شوفه صوته هو نايم بسمع الجرات ونظر مثلاً لحياة الفنانين وده جدير بالذكر نحن ننشره حياة هؤلاء الفنانين يعني في الحياة الأسرية تجد إخفاقات عظيمة تجد مثلاً واحد منهم تزوج عشر مرات وخمس عشر مرات خلاف العلاقات المخفية والغير معلنة فتجد هؤلاء نفسهم فشلوا في الحياة الزوجية وبعدين يصدروا لك في مثل هذه المشاهد مآسي تجد بقى أن الصورة تنعكس على المجتمع بصورة سيئة جداً أن المشاهد ينظر لهذه الصور فيتحصر على حاله طبعاً خلاف لكده وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأفلام والمسلسلات أيضاً صدرت صورة الأم الزوج أو الزوجة بصورة سيئة شوف بقى الحمى بقى إيه اللي حصل من سحر وشعوازة وتنكيد وإن الله وإن الله يراجعون فإحنا يعني الآن لا ننادي أبداً بمنع هذه الوسائل فيها فائدة شيخنا فمحال فيها فوائد كثيرة فوائد كثيرة جداً كان السبب في انتشار الإسلام الشيخنا في انتشار الإسلام وهي فيها نفع كثير الآن لا يستغني باحث عن وسائل التواصل ولا يستغني أي مؤسس عن وسائل التواصل إنما إحنا نقول مثلاً نصيحة إحنا نحد من استعمال هذه الوسائل في البيت نقول يا جماعة اكتمعوا تاني الاجتماع بركة اكتماع على الطعام نحاول إن إحنا نكتمع على عمل نافع على خراءة كتاب النافع على مسامرة طيبة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يرس تميع بزوجاته حديث أم زرع الطويل السيدة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم جلست إحتى عشرة مرأة فتعهدنا وتعقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئاً وعائشة رضي الله عنها تقول قالت الأولى زوج كذا وقالت الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بمنتهى اللطف وفي النهاية يقول لها كنت لكي كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلق هذه المسامرة وهذه الحوارات في البيوت تضفي على البيوت بهجة وتضفي على البيوت سعادة دفء الأسري يا شخص دفء الأسري التواصل بعض وسائل التواصل الاجتماعي يعني نهت على الدفء الأسري نفأ انت حالك من أن تلاقي الأسرة كلها موجودة وكل أفراد الأسرة يعني عجبني جداً على وسيلة ما من وصف عجبني جداً أن هي أدت أحد الكتاب كتب بمصطلح سماء الخرص العاطفي قالي أن هذه الوسائل أدت للخرص العاطفي الإنسان يجي من شغله طول النهار وبعدين يععد في البيت وبعدين يمسك التليفون وبعدين قاعد يقلب يقلب في النهاية أخذ طعامه ثم نزل وقاعد على الكفاترية وبعدين يجي في الليل وهكذا دوالي كدوالي فلابد من تنظيم الحياة وتنظيم الوقت واستغلال هذه الوسائل بصورة جيدة حتى يعني لتفسد البيوت شيخنا ماذا أقول لبعض الأخوة والأخوات اللي هم بيتخذوا هذه الوسائل سبب في الخيانات شعر الأمر هذا كثير نصيحة نصيحة لمن يستخدمون هذه الوسائل بيستخدموها بأسلوب بص يا شيخ صالح أنا دايما بقول مش خيانة زوجية قل سميها خيانة ربانية الذي وقع في الحرم ما خان زوجته بل خان نفسه وخان ربه أولا الإنسان إذا علم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه أقلع عن الذنب وأقلع عن المعصي إذا زرعنا هذه البذرة في قلوب الناس وعالم يقينا أن الله سبحانه وتعالى من عليائه مطلع عليه ويعلم ذنبه ويعلم حاله أقلع عن المعصي الإنسان بيكتب مثلا على وسائل التواصل كثير من الناس يتهاون أنه ممكن يكتب خبر مثلا معين وهو مش متأكد منه كفى بالمرئ يثمانا يحدث بكل ما سمع واحد من الناس بيتسهل جدا أنه ممكن يكتب خبر على الفيس ويتنذر على بعض الناس أو يتوذر على بعض الفئات وهذا يعني ربما مات الإنسان وظل هذا الأثر باقيا والناس تقرأ ويكون في ميزان سيئاته نحن نقول للناس اتقوا الله في استعمال هذه الوسائل هذه نعمة من ربنا علينا سهل الكثير من الأمور وسهل الكثير من أمور الحياة فنستغل لها الاستغلال الصحيح تنظر للدول المتقدمة في اليابان في الدول المتقدمة استخدموا هذه الوسائل بصورة في منتهى الروعة في صورة النفع إنما الآن للأسف الشديد صارت تستخدم في كثير مما يغضو الله سبحانه وتعالى واسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية اللهم أمين كثيرا من السلف كان قديما يقول ما تلفظت بكلمة إلا وعددت لها جواب بينادي الله عز وجل سبحانه وتعالى حقيقي طبعا الذين يكتبون المقالات وانشرون الأفلام نسأل الله العافية نسأل الله العافية الشيخنا سؤال مهم ربنا يا بريف حركو يرفع قدرك كثيرا من الناس اللي بيحب يقرأ عن السحر والمس والحسد والرقية يدخل على أي صيط أي موقع للأسف ويدخل في الدجل والشوازة وقد شيخنا سمحني بيعمل دول لود بيحمل بعض الكتب السحر وهذا أخطر أخطر من الذهاب إلى الصحر لأن دا بيقتني كتب للسحر وبها الأسحر والتلاصم وقد يصيب بيته وزوجته وأولاده نعم حقيقي كثير من الناس صفحات كثيرة وقنوات الآن معدة لتعليم السحر وتعليم الشعوازة وصفحات على الفيس نسأل الله العافية والعافية ربنا سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم أي سلم من فتن الشهوات والشبهات يعني مع ممكن واحد يكون عنده بضاعة قليلة من العلم وعنده بضاعة قليلة من الثقاف ربما يدخل إلى مثل هذه المواقع وهو ما عندهش أي خلفية دينية فيتأثر فتدخل الشبهة إلى قلبه فتتمكن من قلبه ثم يخرج من دينه بعد ذلك لا يدخل هذه المواقع أحد إلا إن دخل مثلا ليرد عليهم إن دخل وهو على علم يستطيع أن يرد عليهم وعلى شبهاتهم إنما الأمر يترك هكذا لا تخيلني سيد نعوه الخطاب رضي الله عنه لما أخذ بعض الصحف من التوراة وفيها كلاما حسنة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا صنعت يا ابن الخطاب قال يا رسول الله وجدت فيها كلاما حسنة يعني كلاما جيدا كلاما يدعو إلى التوحيد فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وتغير صلى الله عليه وسلم على عمر خوفا على عمر رضي الله عنه ورجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهم أتبعين فيحذر أمثال هؤلاء من الدخول على مثل هذه الصلاحات الشيخ الأمر الآخر بعض الرقاوة المعالجين بيظهر على بعض الفضائيات ولا يربط الناس بالله عجب ولا يتكلم في التوحيد من أول ما يظهر على الشاشة إلى أن تنتهي الحلقة سحر التخيل وسحر المشاهد يعني كلها أصحار وبعضهم يتكلم في كيفية صناعة السحر يعني المشاهد ماذا يستفيد المسلم الذي يسمع هذا وذلك الذين تتكلموا عن صناعة السحر نحمد الله أن وزارة الإعلام أغلقت مثل هذه القنوات أو كثير من مثل هذه القنوات في المدة الماضية ولكن بعض البرامج للأسف تروج لمثل هذه المشاهد ومثل هذه الأمور أنه يعلم الناس السحر أو أنه مثلا يصدر أنه بيعالج بشكل معين وده خطأ يا جماعة يا جماعة المعالج لابد أن يللسى مع مريضه وأن يسمع منه وأن يتناقش معه ربما تكون مسألة نفسية ربما يكون مسألة طبية القرآن شفاء فعلا إنما لابد أننا الطبيب يجلس مع مريضه يسمع منه يتكلم معه ما هي الحالة حتى يستطيع تشخيص الداء بصورة جيدة الشيء بالشيء يذكر شيخ نزاك الله خير سبحانه للأكاديمية الأمريكية للطب النفسي كانت قدمت أكثر من تقرير على أثر الطلاق على الأطفال والمراهقين والانحرافات والمخدرات والتفكير في الانتحار يعني حتى أثر الطلاق ليس على الزوج و الزوجة فقط العبء الأكبر على الأولاد تحديد دراسة في الأكاديمية بتؤكد على أن بعض الأطفال بيتعرض لي بيفكر في الانتحار ويصبح أبو الأمراض والعرضيون نفسية قلنا الكلام بالحلقة الماضية ليه إبليس بيفرح بالطلاق؟ مخزون استراتيجي مخزون استراتيجي للأولاد هو الغرض الأساسي للأولاد يعني لا ينجو من مغبة الطلاق من الأولاد إلا من نجاه الله واحد مثلا حصل انفصال الطفل صار مترددا في حيرة يعيش مع الوالد ولا يعيش مع الأم طب لو راح للوالد بيسوأ صورة الأم أو لو راح للأم بتسوأ صورة الوالد ويعيش بقى الأولاد في حيرة ومن ثم تجد أن هؤلاء الأولاد عرضة للإصابة بالأمراض النفسية والأمراض العضوية وتنظر إليهم بقى في المجتمع كثير من هؤلاء الأطفال تجدهم منبوذين لسلوكيات خاطئة فلابد أن نعالج هذه الظاهرة يعني أنا نديته في مستفي هذا الكتاب أن يا جماعة لابد من التكاتف الإعلاميين والدعاء والكتاب والدعاء أن يقفوا أمام هذه الظاهرة المتفشية لمعالجتها لابد أن في مقرارات تتعمل في المدارس وفي الجامعات لمعالجة هذه الظاهرة حركة ذكرت في كتابها الشيخناة يعني أربع مليون حالة طلاق إنه لأن كل طلاق فيه ولد وبنت أو ولدين أو ثلاثة تخيل العدد تخيل عدد عدد مهول ظاهرة ظاهرة خطيرة ولا بد من الوقوف بصددها ومعالجتها ونسأل الله السلام آمين إزاك الله أخذنا شكرا من أحد الأسباب لحركة ذكرتها في هذا الكتاب القيم أسألني أن ينفع بهم تدخل الأهل في مسألة الإصلاح بين الزوجة والزوجة وهذا بقى يصدر يعني كلام خطير جدا كثير جدا من الأطباء النفسيين ومن أصحاب الإرشاد الأسرية بعد الدراسة وإحصائيات وكثير من هؤلاء قالوا أن من ضمن الأسباب أسباب كثرة الطلاق تدخل الأهل إما أم الزوجة أو أم الزوج أو أب الزوج أو أب الزوج تدخل الأهل في الغالب لابد أن يفسد ربنا سبحانه وتعالى جعل بين الرجل وامرأته مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ولهم طرائق يعني حصل مشكلة بين الرجل وامرأته في طرائق معينة وصفات معينة وعادات معينة بين الرجل وامرأته لا يستطيع أحد من الناس أن يطلع عليها إلا الرجل وامرأته فبددخل الوالد مثلا ربما ينظر إلى ابنه مثلا زوجة ابنه قد علب بصوتها أمامه ففي الحالة ديات خلاص الرجل تعصب لي ولدي ممكن للحمة أم الزوجة تتدخل مثلا ونقول بقى تشوف مثلا بنتها مظلومة وتعالي وغضبت ولأ وقعدي وهنجوزك سيد سيده ولا هتتجوز سيد سيده ولا حاجة يعني وكذلك مثلا أم الزوج تعالى وهنجوزك ست ستها وهنشوف وهنعمل وهذا الكلام للأسف ربما يؤثر على نفسية الزوجة وتزداد المشكلة أو على نفسية الزوجة يعني ممكن تكون المشكلة صغيرة جدا جدا بسبب هذا الكلام تفاقمت وتفاقمت وبعدين بقى يبدأ بعض الأهل التنين يدخلوا من عمام وعمات وأخوال وخالات وأخوات وبعدين ينقل الكلام وتفاقمت المشكلة وعيشنا في حي صبيص وفي هذا أحذرهم أخاف عليهم أن يدخلوا في الوعيد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها ليس منا من خبب امرأة على زوجها نحن نريد الوالد العاقل طب تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيين دخل في يوم من الأيام على فاطمة رضي الله عنها ثم دخل فلم يجد عليا قال أين ابن عمك ابن عمك فين زوجك فقالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندي ولم تذكر يا شخص يعني لم تذكر المشكلة جيف الكلام نعم فخرج صلى الله عليه وسلم ثم قال للإنسان انظر أين علي ده زوج بنته اللي هو مزع علىها والنبي صلى الله عليه وسلم طالع من عنده بنته دلوقتي شو بقى نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذه المواقف عظمة السيرة النبوية يا شيخ صالح إن هي سيرة متكاملة فيها شمول يعني تنظر النبي صلى الله عليه وسلم تراه والدا تراه يعني زوجا تراه تاجرا تراه حاكما تراه صلى الله عليه وسلم صديقا فيها تكامل وشمول شتى أمور الحياة في شتى أمور الدنيا فخرج صلى الله عليه وسلم ثم قال للإنسان انظر إلي أين علي فذهب فإذا هو في المسجد فقال يا رسول الله هو في المسجد فذهب صلى الله عليه وسلم له بنفسه نعم صلى الله عليه وسلم فولد علي قد نام وقد تعلق الترابة بجسده ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الطراب عن جسده ويقول له كم أبا تراب كم أبا تراب السؤال طب هي أي المشكلة اللي كانت من فاطمة وعليه لحد دلوقتي حد يعرفها ما كتب أحد من الشرح ما تكلم عليه وما تكلمت فاطمة ما تكلم عليه وما الله وهذه النصيحة الأولئية يعني لجميع الأزواج والزوجات اكتموا خلافاتكم عن الناس حتى عن أقرب الناس إذا تدخل أحد بين الرجل وامرأة ازدادت المشكلة ازدادت المشكلة وصعب جدا بعد ذلك أن نحل المشكلة أمر يعني ممكن نلاقي أن المرأة يكون عندها الأمر بسيط أنها تعتزل لزوجها إذا كانت المشكلة في إطار أو في نطاق الشق سهل جدا أن الرجل ممكن يراضي زوجته إنما لو تدخل حديثين التسعى الأمر التسعى الأمر خلاص بقى دخل موضوع اعتزل لمن ومن 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 ويأهن رحل مين وهنجل منين ده هي وأهلها وحصل ودخلنا في موضوع كبير جدا نسأل الله عز وجل السلام فإذا أخرى شيخنا من هذا الحديث ربنا احفاظك باري فرق عندما حدثت المشكلة بين سيدنا علي عليه رضوان الله والسيدة فاطمة عليه رضوان الله أين اتجه عليه إلى المسجد إلى المسجد وده يعني دايما نحن نقول وحديث أبي أمامة لما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد طب إيه اللي جابك المسجد؟ قال ديون لازمتني نعم فالمسجد كم مغرب نعم المسجد المخرج الملاز لكل مضطر ولكل حسين ولكل مهموم فعلا الجلس في بيوت الله هي أمان نعم نعم تجد juntoمأنينة وتجد الراحة وتجد آيات الله وتجد القرآن وتجد الزكر وتجد الصلاة تجد هذه الراحة في بيوت الله سبحانه وتعالى سبحان الله شخنا في بعض المستشفات الغربية للأمراض النفسية يرفع فيها الأذان الله أكبر الله أكبر سبحان الله لا وجدنا إحصائيات علاج كثير من المشاكل في رأس والدماغ بالسجود نعم يعني يمسلون السجود ولا يعرفون قيمة السجود الإلهي الرباني اللي تتمتسل فيه لأمر الله سبحانه وتعالى فعلا الاستجود انطرح بيننا الله سبحانه وتعالى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد لما تسجد ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه اسجد واقترب واقترب كلما يعني توضعت وسجدت لله اقتربت من الله سبحانه وتعالى عز وجل أزاك الله أخير شهر شخنا من أحد الأسباب أيضا الحلقة ذكرتها بخل الزوج مقابل إصراف الزوجة لسه أتكلم مع أخ عديد لي أصلا يحفظه وبارك فيه فبقول له فيه نقطة في هذا الكتاب الشيخ ذكرها ربنا يحفظه وبارك فيه بخل الزوج وإصراف الزوج قالتني تقول ليه مش العكس إصراف الزوج إصراف الزوج وبخل الزوج ليه ليه أنا قلت ليه قلت بالضبط بخل الزوج وإصراف الزوجة لأن العكس العكس مقبول عندنا في البيئة بتاعتنا أن الزوجة كن بخيلة ده مقبول نعم وربما يكون في بعض الأماكن ممدوح نعم أن الواحدة يعني إيه بخيلة بتتسمى أن هي حريصة وبتحافظ على جوزها لأن لي ركزت على موضوع بكل الزوج لأن المفترض أنه هو اللي ينفق المفترض أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أداه القوامة بمسألة الإنفاق الرجال قوامون على النساء بما يفضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ظاهرة البخل في بعض الرجال أو في كثير من الرجال فعلا بسببها انخرب كثير من البيوت ظاهرة بخل الزوج بسببها رأيت مشاكل عديدة في بيوت كثيرة شيخنا معزي الوطن هل يهل مقصود ببخل الزوج نحية المادية فقط؟ هناك بخل في البشاعة بخل في اهتواء الزوجة يعني الناس شيخنا يتحدث في العمل وفي التليفون بالساعة عند الزوجة بعض مشايخنا قريما أسأل الله أن يحفظه وبرك فيه ويرفع قدره كان دايما نقول أن النساء في البدء بتشحت الكلمة الطيبة وكذلك الرجال وكذلك الرجال وأنا مش عايز برضه أصلا بتحاسب على كلام ده فنسى الله عز وجل عفونا عفونا أنا أتكلم على موضوع البخل المادي الملموس ظاهرة سيئة جدا تؤدي للطلاق ربنا سبحانه وتعالى أعطى القوامة للرجل بإنفاقه وأوجب الله عز وجل على الرجل أن ينفق على امرأته قال ربنا سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجل أن ينفق على امرأته حديث حكيم بن معاوية الكشيري أنه قال يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا علينا قال أن يطعمها مما يطعم كثير من الرجال يا شيخ صالح وده يعني أنا حاجات وصلت إلي وأنا أعلم بعض الأشخاص أنه ممكن يخص نفسه بطعام يخص نفسه بشراب يعني الكلام ده هو الوحيد الشيخنا صح عليه وسلم في كثير من الحديث أن إطعام زوجة لأولاده أو الإنفق عموما صدقة وقد يساوي الجهاد وقد يكون سبب في دخول الجنة طبعا طبعا صحة هذه الحديث صحة يعني الحديث في الإنفق على الزوجة والأولاده قال نبينا صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودنار أنفقته في صدقة ودنار أنفقته على أهلك أعظمها أجرى التي تنفقه على أهلك الانفقق معا على الزوجة الإنسان لو أنه احتسب الفلوس ديت إن هي في رصيده وفي رصيد حسناته له شدقة سيسعد طب ربما ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من النار ويدخلك بالجنة بإنفقق على أهلك عائشة رضي الله عنها قال جاءتني مسكينة مع ابنتين فاستطعمتني فأطعمتها ثلاثة تمرات امرأة مسكينة فالسيدة عائشة رضي الله عنها أدت لها ثلاثة تمرات فأعطت لكل بنت تمره فاستطعمتها ابنتاها يعني هم بيأكلوا كده قالوا الله الطمر دي جميل أول فالأمة عاطفة الأمة عملت إيه أمتنطلعت طمرة الثالثة ثم قسمتها نصفي وأعطت لكل واحدة منهما تمره فعائشة رضي الله عنها لما نظرت لهذا المشهد الرقراق لما جاء صلى الله عليه وسلم من الخارجي قصت عليه الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا المشهد إن الله أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار بنصف تمره استطعمتها ابنتاها وخبال حضرتك العمل على الأولاد يساوي الجهاد في سبيل الله لما رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا فتييا صحيحا فقالوا لنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا في سبيل الله فعلق صلى الله عليه وسلم ثم أعطى مفهوما في غاية الدقة قال إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان الإنسان يجب عليه أن ينفق على امرأته بدون إصراف ولا تبذير بدون يعني أن نقول الأمر الوسط أنت تنفق من هديه صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا معنا دقيقة معلش معنا دقيقة عنه إصراف الزود ألم يممازح النبي صلى الله عليه وسلم جاوبيته مازح صلى الله عليه وسلم لما كثيرا من زوجاته وسبق عائشة رضي الله عنها وكان يتكلم معها كثيرا باللطف وكثير من زوجاته صلى الله عليه وسلم نحن معلق ماش على إصراف الزوج تفضل شكرا إصراف الزوجة يعني برضو ظاهرة كثير من الزوجات ربما يعني أنها تتهاون في مسألة الإصراف أنها تطالب زوجها بكثير من الطلبات ترهقه من أمره عسره والمرأة الصالحة ليست كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الظاهرة أول ما هلك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها ما تكلفه امرأة الغني لزوجها من الصيغ والثياب وأمثال هذه الأشياء فإصراف الزوجة محرم ولا شك أنها تحمل زوجها ما لا يطيق أمر مرفوض شرعا ومرفوض عرفا ونسأل الله عز وجل أن يعمى بيوت المسلمين باستعادة والفرحة ويوارف فيها شخص صالح بزاك الله خير شكرا ونفع الله بك بزاك الله خير شكرا نفع الغطة ديما تشاء الله سبحانك الله محمدك نشهد أولين نستخدرك وقته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم